السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله تكونوا في صحة جيدة وفي احسن الاحوال هذه الابتت فيديو حبيت بركنا عندي معلومة حبيت نقدمها لكم ما هي لا في موضوع الرحلات ولا موضوع الحدود اول حاجة نقدم متعازية لكل عائلات المتوفين في بلدنا وبلدنا مسكينة راه تتحرق راه ربي معنا اربي معنا اربي معنا اربي معنا يجعلها برد وسلام على الشعب الجزائرية عارب ان شاء الله تنتر عارب يطلبوا ربي يكبروا إن شاء الله تنتر على بلدنا الزينة الغالية بلدنا وردة بيها عين يا ربي بيها عين الجزائر. كنت البلد الوحيد اللي مفيش كورونا بزيف. وبالعقل بالعقل هكم تشفو كيفاش راهي. والحمد لله كما قلوا شدة وتزول. انه بعد العسر يسر ان شاء الله. حبيت ان نوضح لكم بارك واحدة المعلومة اه في هذا الموضوع على الرئيس اه ماكرون رئيس الفرنسي. كشف اليوم الرئيس الفرنسي ايمانيا الماكرون عن تسخيره لطائرتين من نوع كانادير المتخصستين في ادفاء الحرائق وذلك بداية من يوم الغد. وقال الرئيس الفرنسي عبر تغريدة له في تويتر انه في مواجهة المآسي التي تواجه اصدقاء فرنسا فان تضامننا بشكل غير محدود مع الشعب الجزائري مضيفا اريد ان اقدم دعمنا الكامل. وفي السياق ذاته اكد الرئيس الفرنسي اعتبارا من الغد سيتم ارسال طائرتين كانادير وطائرة قيادة من الى منطقة القبائل التي تقع تحت قبضة حرائق عنيفة. وش نقوله نقوله شكرا ليك ونتمنى ان شاء الله شكرا لي وشكرا للشعب الفرنسي ونتمنى ان شاء الله الجزائر تاخذ عبرة والرئيس تعنا ياخذ عبرة وياخذ درس من هذل من هذل جرائم اللي رايز تصلى في الجزائر وهذل حرائق ويشري طائرات بدل ما رايز يشري طائرات اللي زابيون تشاس يشري طائرات ما عليش يشري شوية طائرات تشاس وشوية طائرات تاع الادفاع لبيلو بيلي الجزائر اه فيها بزف الغبات وفيها بزف الجبال والتضاريس لازم يشري باموة اموة اموكات ولا سانك حطوهم غزاغ فيلقوهم في شدة كما هذي. ما نعودوش نستنىو في الناس يعاونونا بهم. اه نشكروه بزف سيد ماكرون ونقول كمي اخواني اخواتي ادعي وكبرو ان شاء الله ربي يكون معا الشعب الجزائري بتاعنا اللي راه ويعاني مسكين واللي فقد واحد من عائلته واللي فقد ماله واللي فقد اشجار واللي فقد ارضه ربي معاك ان شاء الله و نقول لك وربي يعوذك. ربي يعوذك خير من هاك يا ربي العالمين. كبروا اخواتي التكبير مليح ضفي النار تكبير راح ومليح correct بسنة. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. نقول لكم دومتن في رعاية الله وحفظه. والسلام عليكم وربي ان شاء الله يهني بلادنا وربي يحفظها من العين. وربي يحفظها من المشاكل والمصائب. يا ربي العالمين. ترجمة نانسي قنقر